نحن حاليا في فترة التوقف الدولي زي ما حضراتكم عارفين المنتخب الوطني عنده مواجهتين في غاية السعوبة والأهمية أمام بوركينا وغنيابيساو في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 أنا كل ما أرجوه أن يتم وضع جميع الخلافات جانبا لأنه دلوقتي كل واحد مننا كمصريين له وجهة نظر في الاختيارات وانتمائهم للأهل والزمالك والبيرامدز والإسماعيلي وكده ولكن احنا دلوقتي كلنا وراء منتخبنا الوطني كلنا بنشجع منتخبنا الوطني هذا المنتخب اللي احنا حنفضل وقفين في ظهره لأنه بني وبنكو الموتشين اللي جايين موتشين مهمين جدا 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 منتظرين فرحة التأهل إلى كأس العالم هذه الفرحة بدأت منذ أقل من سنة تقريبا وعندنا ست نقاط في المجموعة اللي بتضم منتخب مصر وبقية المنتخبات الأخرى عندنا الموتشين اللي جايين دول لو خدنا ست نقاط بنسبة كبيرة جدا جدا انت وضعت قدم في التأهل إلى كأس العالم روسيا أنا آسف كأس العالم القادمة إن شاء الله تحت قيادة كابتن حسام حسن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكون عند حصن الزن ونفضل كلنا في ظهر منتخبنا الوطني وزي ما لو فكرين الفرحة منتخبنا بالتأهل أو فرحة مصر بالتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018 تحت قيادة هكتور كوبر أكيد نفسنا نعيش الأجواء دي لو فكرين الموتش وفكرين اللي حصل في استاد الجيش في برج العرب وقد إيه كان الاستاد مليان على آخره وصلاح لما جاب الجون والفرحة والتنطيت اللي ما بعد المباراة إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكون مكتوب للفرعنة العودة من جديد إلى كأس العالم مرة أخرى النهاردة يمكن اليوم التاني لمعسكر المنتخب تحت قيادة كابتن حسام حسن المواجهة الأولى ستكون أمام منتخب بركين الفاس ومنتخب الخيول إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع النفوذ ثم التأهل بعد كده إلى كأس العالم ثم بعد كده عشر يونيو القادم نواجه غينيا وبإذن الله نستطيع النفوذ ونؤكد التأهل إلى كأس العالم زي ما حضرتكم عارفين الفرحة لما تبقى الفرحة بالنسبة لمنتخب مصر تبقى فرحة كبيرة جدا جدا ونؤكد سيطارة مصر على القرى الإفريقية بعد تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا ووصوله للمرة الخامسة على التوالي لنهائي دوري أبطال إفريقيا وتتويج نادي الزمالك ببطولة الكنفدرالية إن شاء الله يكون فائل حسن كبير لمنتخبنا الوطني على الرغم من إحنا عندنا بعض الاعتراضات فيما يخص المنتخب ولكن في النهاية كل ده هنحطه جنب ابتدايا من الإسبوع اللي جاي وحنفضل وقفين خلف منتخبنا لإن كله في النهاية يهمنا إن إحنا نصعد بمنتخب مصر إلى كأس العالم القادم شكرا شكرا